السلام عليكم ورحمة الله المرملاد او مربة البرتقال بطريقتين وازاي تعمل يعني ايه مرملاد ويعني ايه جام جام اللي هي مربة والمرملاد اللي فيها القطع بتاعة الفراولة او اي نوع فكا ده الفرق بين المرملاد والجام لان في ناس كتير مش عارفة الفرق بينهم نقول باسم الله بنجيب كيلو برتقان ودي ابسط طريقة انفصصه ونطلع البرتقان منه ونشيل الاشرة في ناس بتقطع البرتقان او البرتقال اربعه بتعمله كله مع بعضه فده ما بيبقاش مستحب ومش هيديلك التكتشر او الخامة اللي انت شفتها احنا عملناها بطريقتين نفس المربة عملناها بطريقتين اللي هي المرملاد وشفتها اللون بتاعها رايق واللون التاني اللي هو المربة بتاعة الفراولة انا بعمل ايه بشيل القطع البيضة دي على قد مقدر اللحم البيضة ده مش مستحب في المربة فزي ما انت شايفين بحاول اقطعها وشيلس البياض على قد مقدر وخلي الصفار وفي طريقة تاني لو عندي الزست في حاجة اسمها الزست اخد الزست والبرتقانة سليمة هو ده اللي انا عاوز انا عاوز الصفار بس لان الصفار في الزيت بتاع البرتقان وفي الريحة زي ما انت شايفين وابدأ اقطعه قطع صغيرة جدا جدا ده اسمها مارملاد يعني قطع من الفكهة داخل المربة نفسها طبعا بتاخد وقت منه كتير لكن في ناس بتعشق ان هي مع المربة تاكل قطع منها والريس بده ان شاء الله هيبقى ستاندر ليك تعمل منه جميع انواع المربات ومش متحتاج اي جيلاتين او بيكتين او اي حاجة في مربات كتيرة وهي بفعلا الافضل لانا بحط لها بيكتين والبيكتين احنا عملنا عنه حلقة وده زي الجيلاتين من النباتات او من الفواكه وهو موجود في القشرة بتاعة الفكهة واكتر حاجة فيها بيكتين هو التفاح والمشمش بعد كده باخد البرتقان بتاعي واضربه في الخلاط عشان يبقى عصير طبعا حسب قوات لازم يكون عندي خلاط قوي عشان خاطر ما يتحرقش وابدأ اشغله وزي من شايفين هيبقى عصير بعد كده ممكن اعمل المربة لو هعمل مربة يبقى من دي على طول ومش هحط لها زيست عشان كده بيقولك الطريقتين لكن لو هعملوا مارملات لازم اصفي يبقى لازم اصفي يبقى الطريقة الاولانية ديت لو انا هعمل مربة بس زي ما هو كده بالحاجات اللي فيه دي كلها من غير ما صفي هحط عليهم هم كيلو وحط عليهم كيلو سكر لكن الافضل عشان تطلع دسمة ويقص دي تبقى التست بتاع علي انا صفيتها زي من شايفين اللي انا صفيته ده بالزبط 750 جرام هحط عليهم كيلو سكر والزيست او القشر اللي انا طلعته منها ده المارملات لو هعملوا مربة مش هحط زيست خالص هيبقى العصير بس مع كيلو سكر فهنا السكر مرة وربع من العصير ليه؟ لان البرتقال واللمون شوية حامدي لكن لو انا هعمل عصير فراولة يبقى حط نفس الكمية من السكر لو 500 جرام فراولة اعط لهم 500 جرام سكر ده الفرق بين المرباط اما تكون لزعة او صور بزود سنة السكر عشان اضيع اللي زوعة بتاعتها ويبقى حطها على نار متوسطة مهم جدا نار متوسطة مش نار عالية عشان خاطر اسوي القطع الصغيرة بتاعت المارملاد او القشر عشان خاطر يطلع معايا مستوي ويدوب في البق طب لو انا شغلت نار عليه احصل ايه؟ هيتحول لكراميل بسرعة والجزائيات بتاعت المية هتبقى اصغر فمش هيدوب معايا قطع الفواكه فمهم جدا جدا لو عاوزيني اعمل مرباط بالبكتين والفرق بينها وبين البكتين ان البكتين تقدر تزود مية فبيديلك حجم اكتر للمربة وفي نفس الوقت بتطلع متماسك لو انا ما عنديش ترمومتر اعمل ايه؟ باخد شوية كده حطهم على طبق واستنى اربع خمس دقايق واشوف القوام بتاعها لو لقيتها القوام بتاعها ماسك اللي هو الجيلي بتاعي كده يبقى نرفحها من على النار لكن لو عندي ترمومتر وهو الافضل انا بسويها لمية وسبعة مية وتمانية درجة مقوية بتطلع معايا تحفة ده اسمها سريت او بلغة السكر اللي هي قبل ما تبقى السوفت بو طبعا من مية وخمسة تقدر ترفحها على طول لو عندك ترمومتر لو ما عندكش ترمومتر زي ما قلنا كل شوية بعد الغليان باربع دقايق باخد شوية وبص لقيتها صايصة خالص فمعنى ذلك ان هي لسه محتاجة تستوي تاني ارجحها تاني وسويها لحد مية وتمانية درجة مقوية او بالطريقة اللي احنا شفناها دي مية وتمانية افضل ارفعها على طول من على النار وهنشوف هنعمل فيها بصوا هو وانت شايف كده هو تقل نفسه غير التاني كان صايص بقسمهم لاتنين لو انا اعمل مربع طبعا من غير القشر دي اللي احنا قلنا عليها كأننا مع التناش قشر بتضربها بالخلاط بقت مربع بسيبها على زي الشمال كده هو اللي هو الجزء اللي في البولة دي بقى مرملات بس طبعا المربع ما فيهاش القشر لكن انا ادي القوان بتاعها بعد اما عملتها وبعد اما بردت باربع ساعات وادي المرملات بتاعتي هتمنى لو عجبك الفيديو ادعي لي امي وابي بالرحمة من قلبك اشترك في القناة وفعل زر الجرس ياريت تشتركوا في قناتنا او في صفحتي على انستجرام بعمل لايف وبرد على اسئلاتكو كل يوم في انتزاركم